موسيقى الثامنة صباحا بتوقيت القدس الشريف نشط مفصلة للأخبار وإلى العنوين موسيقى بعد خمسة أيام من توقف الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت طائرات الاحتلال تغير على حارة حريك وتقصف عددا كبيرا من البلدات والمرتفعات جنوبي لبنان موسيقى والمقاومة الإسلامية في لبنان تفتتح باكورة عملياتها لليوم بقصف الصفض ومستوطنة يفتاح ومرابض مدفعية للاحتلال والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إصابة مستوطني بما أن العدو الإسرائيلي استهدف كل لبنان فلن الحق ومن موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو الإسرائيلي نائب الأمين العام لحزب الله يؤكد أن المقاومة ماضية في معادلة جديدة عنوانها إيلام العدو ويشدد لبنان لم يعد في مرحلة مساندة وفصل عن فلسطين غير ممكن وفي قطاع غزة خمسة شهداء في قصف الإسرائيلي على مدينة غزة وحماس تحذر من إبادة جمعية مكتاملة الأركان في جباليا بهدف عزل شمال القطاع أن هذه الخطة الوحشية المسماتة بخطة الجنرالات محكوم عليها بالفشل بإذن الله وعلى جبه الإسناد العراقية المقاومة الإسلامية تهاجم بطيرات سيارة متطورة ضد هدف حيوي في طبرية شمال فلسطين المحتلة وزير الخارجية الإيراني يواصل جولته في المنطقة وتوجه إلى الأردن في جولة تقوده إلى مصر ويؤكد لكترش ضرورة حفظ الاستقرار الإقليمي والسعداد إيران للرد الحاسم والقاسي على أي اعتداء إسرائيلي على وقع هتفات التضامن مع فلسطين عشرات المندوبين ينسحبون من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في جينيف احتجاجا على حضور مندوب الاحتلال صباح الخير وأهلا بكم بعد خمسة أيام على توقف غاراتي على الضحية الجنوبية لبيروت شن الطائرات الاحتلالي صباح اليوم غارتين على منطقة حر تحريك في الضحية وعيد وقت قصير من إصدارها تحذيرا بإخلاء المنطقة هذا القصف تزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان من بينها عيت الشعب وحولة ورب تلتين ومرتفعات لديسي والإخيام وكفر شوبة ومرتفعات الشبعة بعدما كانت قد غارت أمس على قرى إقليم التفاح والنباطي جنوبي لبنان وارتقى شهيد وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي مكثف على بلدة قانا وارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى يوم أمس إلى 2350 والجرح إلى 10906 في المقابل واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع الاحتلال ومستوطناته وصولا إلى صفض المحتلة التي قصفتها بصلية صاروخية كبيرة ودوت صفارات الانذار في المدينة ومحيطها فيما أشارت وسائل أعلام إسرائيلية إلى إصابة مستوطنين اثنين نتيجة سقوط خمسة الصواريخ في باحة منزلهما خلال رشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان وأعنت المقاومة أيضا استيدافة مربض مدفعية الاحتلال في دلتون وديشون ومستوطنة يفتاح وحول مجمل التطورات الميدانية في لبنان ينضم إلينا من محيط الضاحية الجنوبية مرسل المدينة حسين السيد ومن جنوب لبنان فاطمة أفتوني ومن البقاع محمد السحلي مرحبا بكم جميعا والصباح الخير أبدأ معك حسين وأخر التطورات من الضاحية الجنوبية بعد توقف تقريبا لخمسة أيام غارة على حارة حريك ماذا استهدفت تحديدا وكيف هي الأجواء تفضل نعم بالفعل أحمد نحن على بعد نحو ستة أيام من الهدوء الذي سيطر على الوضع في الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت هذه الغارات الإسرائيلية الجديدة لتستهدف مباني سكنية استكمال للتدمير الممنهج من قبل الاحتلال لهذه المباني السكنية في محيط نقاط محددة تستهدف في شكل متكرر كانت قبل هذا التوقف من قبل الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الضاحية نتحدث عن غارتين على الأقل استهدفتها مباني سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا في منطقة الشورى في حارة حريك هذه المنطقة التي تتعرض أصلا لأتداءات الإسرائيلية بشكل متكرر من قبل طائرات الاحتلال كما ذكرنا في الأيام التي سبقت هذا الهدوء الذي سيطر على المشهد لعدد من الأيام هذا استكمال للتدمير الممنهج في نقاط محددة يقوم الاحتلال باستهداف مباني سكنية ثم يعيد استهداف مباني سكنية في محيط هذه المباني يسبب دمارا كبيرا في المحيط هذا ما اطلعنا عليه من خلال زيارات متعددة إلى مناطق محددة في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفتها هذه الغارات الإسرائيلية بشكل متكرر خلال الأيام الأخيرة تحدث دمارا كبيرا في المناطق السكنية في المحالة التجارية في أرزاق الناس يعني كل هذه المباني التي يتم استهدافها عادة ما يكون هناك في أسفل هذه المباني محلات تجارية أو مخازن ومستودعات تجارية تحترق وتبقى تحترق لأيام كما شاهدنا في الأيام السابقة وأيضا يعني هذا الاعتداء الإسرائيلي لا نستطيع من حيث نقف أن نرصد مكان هذا الاعتداء ولكن نستطيع يعني أن لازم نستطيع أن نرصد الدخان الذي لا يزال يتصاعد من مكان هذه الغارة الإسرائيلية دخان أسود نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية ونتيجة تحترق بطبيعة تحذير الإسرائيلي بالإخلاء تم في ساعات الصباح الباكر يعني تقريبا السادسة صباحا أو السادسة ونصف هل أثر هذا الأمر على قيام المواطنين المتواجدين على قلتهم في الضاحة الجنوبية بالإخلاء والابتعاد عن المكان المستهدف؟ دعني أقول أحمد أن التوقيت لم يكن كافيا حقيقة إذا ما كان هناك أناس في المحيط أصلا هو في الصباح الباكر كما ذكرت يعني عادة ما يكون معظم الناس في هذا التوقيت نياما لذلك التوقيت كان باكرا أيضا لم يستغرق الأمر 20 دقيقة أو نحو نصف ساعة حتى جاءت هذه الغارات الإسرائيلية على الأماكن التي حذر منها جيش الاحتلال أو حذر بأنه سيقصفها وقصفها بأكثر من غارة كما قلنا ولا يتزال سحب الدخان تتصعد من هذه الأماكن لذلك هذا أيضا أحمد لا يعني ينفصل عن محاولة يعني إخافة الناس أو تدفعهم أثمانا أيضا في سياق هذه الحرب وفي سياق هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل سواء على الضحية الجنوبية لبيروت أو على مناطق متعددة في لبنان هذا الأمر أيضا يأتي في إطار هذه المحاولات المستمرة لإخافة الناس في الضحية الجنوبية أو في المناطق الأخرى من خلال ملاحقتهم في هذه الغارات بتوقيت سواء من خلال التوقيت الذي كان يعتمدها الاحتلال بعد ساعات منتصف الليل أو هذه الساعات الباكرة لأنه في خلال هذه الأيام من الهدوء عادة عدد كبير من الناس إلى منازلهم في الضحية الجنوبية لبيروت وأتت هذه الغارات في ساعات باكرة من هذا الصباح ولم يكن كما قلنا توقيت التحذير طويلا لذلك هذه الغارات تأتي في هذا الإطار من العدوان المستمر شكرا جزيلا لك من محيط الضحية الجنوبية لبيروت حسين السيد وأنتقل إلى جنوب لبنان معنا من هناك فاطمة أفتوني مرحبا بك فاطمة صباح الخير كيف كانت هذه الليلة على المناطق الجنوبية للبنان سواء لناحية الغارات الإسرائيلية وما استادفت وأيضا ردود المقاومة عليها صباح النور أحمد سلسلة عمليات وأربع عمليات أعلنت عنها المقاومة فجر اليوم كانت تركز المقاومة منذ الليلة الماضية وفجر اليوم على استهداف مرابد المدفعية التي منها يعتدي الاحتلال ويطلق القذائف المدفعية على البلدات الجنوبية تحديدا المحاذية للشريط الحدودي لم تتوقف حقيقة أو لم يتوقف القصف المدفعي باتجاه هذه البلدات من عيتا وأيضا مرورا ببليدة وميس الجبل وكذلك مركبة روب ثلاثين الطيبة إعديسة مرتفعات كفرشوبة ومزارع شبعة بالإضافة إلى الغارات التي سجلت على هذه الجبهة لم يتوقف لا القصف المدفعي ولا حتى الغارات التي كانت أخرها قبل قليل سلسلة غارات عنيفة تعرضت لها مناطق في القطاع الشرقي وكانت تسمع الأصوات بشكل جدا قوي بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف ومستمر أيضا يستخدم الاحتلال القذائف الثقيلة في استهداف أطراف البلدات الجنوبية أو البلدات الجنوبية كما كنا نشهد فجر هذا اليوم بالإضافة إلى الغارات التي تعرضت لها البلدات الجنوبية حنين مثلا تعرضت لسلسلة غارات بالتزامن أيضا مع قصف مدفعي كذلك لخيام تعرضت لأكثر من خمس غارات خلال الساعات القليلة الماضية بالإضافة إلى الغارات التي سجلت أيضا في مرتفعات كفرشوبة وأيضا شبعة التي تقع في قرى العرقوب في القطاع الشرقي المقاومة أعلنت حتى هذه اللحظة عن أربع عمليات لم تعلن فجر هذا اليوم عن أي مواجهات وعن أي تحرك لجنود الاحتلال الإسرائيليين كان في نقاط جديدة أو حتى اشتباكات كانت قد أعلنت يوم أمس عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال كان أخرها في محيط عيت الشعب التي شهدت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وجنود الاحتلال وأعلنت بعدها المقاومة عن استهداف مباشر لتجمع لجنود الاحتلال في محيط هذه البلدة بعدما كان جنود الاحتلال قد حاولوا الدخول إليها من خلة وردي واستهدفت المقاومة عدة تجمعات لجنود وأليات الاحتلال في هذه الخلة وهي عبارة عن منطقة حرجية تقع عند الأطراف الغربية لبلدة عيت الشعب كذلك كان هناك مواجهات في بلدة روب 30 عندما تسللت قوة إسرائيلية للأطراف الشرقية لهذه البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي كانت تتعرض له البلدات المقابلة والمحاذية لبلدة روب 30 دير سريان الطيبي عديسي تقدمت هذه القوة باتجاه خلة الفرشات واستهدفت المقاومة عدة مرات تجمع لجنود الاحتلال وأليات في هذه النقطة بالإضافة إلى النيران التي كانت توجهها باتجاه تجمعات لجنود الاحتلال في المواقع التي تقع مقابل بلدة روب 30 المرج مثلا استهدفت أكثر من تجمع لجنود الاحتلال في هذا الموقع بالإضافة إلى مستوطنات كريات شمونة كذلك مرابد المدفعية في الجولان السورية المحتل استهدفتها المقاومة بشكل مباشر أيضا في مزارع شبعة ومرتفعات شبعة وكفر شوبة التي كانت تتعرض لقصف مدفعي تسللت قوة إسرائيلية أو حاولت التسلل إلى بركة النقار التي تقع عند المدخل الجنوبي لبلدة شبعة بالإضافة إلى تسلل من جهة كفر شوبة باتجاه أحراج جبل السبدانة ولكن المقاومة تعاملت مع هذه القوات وتصدت لهم من خلال استهدافات مباشرة لهذه التحركات في تلك المنطقة بالإضافة إلى الدخان الذي كان يتصاعد من مواقع الاحتلال الإسرائيلي في السماقة ورويسات العالم وكنا نرصده يوم أمس وهذه الجبهة التي كانت تشهد هدوءا تشتعل منذ يومين بفعل التحركات الإسرائيلية لجنود وأليات الاحتلال في هذه المرتفعات التي تشرف على عدة مناطق جنوبية فجر هذا اليوم أعلنت المقاومة إذا ما تحدثنا عن العمليات التي نفذتها أعلنت عن استهداف مدينة الصفد الحيوية هي منذ اليوم أمس وهي تركز استهدافها لهذه المناطق إن كان حيفا أو حتى ضواحي تل أبيب الصفد التي استهدفتها مرتين منذ الليلة الماضية وفجر اليوم بالإضافة إلى استهداف مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي حيث استهدفت مستوطنة إفتاح فجر اليوم وبالإضافة إلى تسجيل عدة عمليات للمقاومة منذ الليلة الماضية تقع في عمق الأراضي المحتلة بالتزامن مع محاولات أو مواجهات التي تحصل عند الحفة الأمامية كما كنا نشهد أحمد جزيلة شكر لك من جنوب لبنان فاطم أفتوني مرأسة الميدين وإلى البقاع معنا من هناك محمد السحلي مرأس الميدين مرحبا بك محمد ماذا عن بقاع كيف كانت هذه الليلة هل تم رصد أيغارات إسرائيلية بسابقاتها وأيضا سجل غياب شبه تام للمسيارات التي عادت صباح اليوم فقط وقد يكون ذلك مرتبطا بالمسيارتين التي استهدفت هم المقاومة بالأمس وألعنت عنهم في بيانات وعن إسقاطهم في منطقة شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان أما على صعيد البارحة فقد سجل الاحتلال مجزرة جديدة تحديدا في بلدة رياق وتحديدا في حي الجامع الذي استهدف للمرة الثانية خلال أسبوع واحد وقد سجل مجزرة أيضا في الاستهداف الأول وأرتقى على أثر هذه المجزرة خمسة شهداء وسجل حوالي عشرين جريحا من المكان ومن المحيط مع شهداء بالأمس أحمد ارتفع عدد الشهداء في البقاع إلى ما يقارب الحوالي أربعمائة شهيد ويضاف إليهم حوالي تسعمائة جريح فيما سجل غارة أيضا في مدينة بعلبك وتحديدا حي لعسيرة كما سجل غارة على الحدود اللبنانية السورية وتحديدا بلدة حوش السيد علي فيما سجل غارة من مسيرة في بلدة قصرنبة في أيضا البقاع الشمالي وفي البقاع الغربي سجل غارة واحدة في بلدة صحمور شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل سنبقى على متابعة إذا لم يكن هناك أي تطورات لا سيما في البقاع حيث تتواجد أنت محمد السحلي مراسل مدين جزيل الشكر لك مرة أخرى المقاومة نشرت أيضا مشاهدة من عملية السيدة في ضواحي تل أبيب بصواريخ قادر اثنائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان لم يعد في مرحلة إسناد قطاع غزة بل في مواجهة مع حرب إسرائيلية ضدها وأن المعادلة الجديدة عنوانها إيلام الاحتلال كلام الشيخ قاسم جاء في خطاب متلفز حول مخاططات الاحتلال والمعادلات الجديدة نحن في مرحلة جديدة اسمها مواجهة العدوان الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية على لبنان لم نعد في مرحلة المساندة لأن المساندة كانت على الحفة الأمامية وبعض التصعيد من هنا وهناك أما اليوم إسرائيل تخوض حربا ضدنا نحن بدأنا منذ أسبوعين من الآن بمعادلة الميدان في الحفة الأمامية أقول لكم بما أن العدو الإسرائيلي استهدف كل لبنان فلنا الحق ومن موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو الإسرائيلي أما منذ أسبوع إلى الآن سبعة أيام من الثلاثة الماضي قررنا معادلة جديدة اسمها معادلة إيلام العدو حتى يحس بالوجع صار توصل الصواريخ لحيفة وما بعد بعد حيفة كما أراد سيدنا الشيخ قاسم تحدث عن المسال الأمريكية لفص جابة إسناد لبنان عن غزة محذرا من أن المشروع الحلي في المنطقة هو مشروع توسعي يستهدف لبنان أيضا عندما كان يأتي الأجانب بسفرائهم وبعض مبعوثيهم إلى لبنان ليتحدثوا معنا بالواسطة أو بالمباشرة كانوا يقولون لنا أوقف الحرب والمساندة وليرجع المستوطنون وعليكم أن تبتعدوا عشر كيلوماتر أو أكثر كي لا نستفز إسرائيل يعني هم لا يتحدثون عن أصل المشكلة أن إسرائيل تحتل غزة وتبيد الشعب الفلسطيني كنا نقول لهم أوقفوا إطلاق النار هناك تعود الأمور الطبيعية في لبنان وكل شيء يرجع إلى ما كان عليه كانوا يقولون لا نستطيع أن نتحدث بهذه الطريقة نحن نريد أن نفصل بين لبنان وبين غزة لم نتجاوب معه وحضر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الاحتلال قائلا نحن من سيمسك رأسنا العدو ويعيده إلى الحضيرة نحن أمام وحش هائج لا يتحمل أن تمنعه المقاومة من تحقيق أهدافه أبشركم نحن من سيمسك رسنه ونعيده إلى الحضيرة اصبروا قليلا وحذر الشيخ قاسم من أن المستوطنات الإسرائيلية غير المأهولة ستزداد أكثر كلما سمرت الحرب سنركز على استهداف جيشه ومراكز تواجده وفكناته أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية الحل بوقف إطلاق النار لا نتحدث من موقع ضعف إذا كان الإسرائيلي لا يريد نحن مستمرون وبعد وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر يعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى أما مع استمرار الحرب ستزداد المستوطنات غير المأهولة ومئات الآلاف بل أكثر من مليونين سيكونون في دائرة الخطر نائب الأمين العام لحزب الله أكد أن الحزب بدأ بإعداد المقدمات لمرحلة أمار ما تهدم من جراء العدوان الإسرائيلي أعدكم وعدا وعده سيدنا الأمين العام السيد حسن رضوان الله تعالى عليه أعدكم بأن تعودوا إلى بيوتكم التي سنعمرها وستكون أجمل مما كانت عليه وقد بدأنا إعداد المقدمات التي تساعد عندما ننتهي وننتصر لنباشر العمل إن شاء الله بالتعاون مع كل الأطراف بدوري أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة أنها إب حسين الحاج حسن للميادين أن المقاومة دخلت فعليا في مرحلة إيلام الاحتلال الإسرائي وأكدا أن قدرتها بخير ما تقوله المقاومة أننا دخلنا في مرحلة عدوان على لبنان منذ أواخر أيلول الماضي والمقاومة تقوم اليوم منذ تلك الفترة بالتصدي لهذا العدوان وأولويتنا هي وقف هذا العدوان النائب حسين الحاج حسن أكد أن أولوية المقاومة اليوم هي وقف العدوان الإسرائيلي لكنها في الوقت نفسه لا تثق بتطمينات الجانب الأمريكي إذا كان هناك من أمور يمكن أن تكون مرضية للمقاومة ولسيادة لبنان ولللبنانيين يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق نار إذا كان العدو يقبل بما تقبل به المقاومة لكن هذا الأمر ليس شيء ناضج حتى الآن وقبل استكمال أخبار لبنان ننتقل إلى قطاع غزة حيث يواصل الاحتلال عدوانه الواسع وحصاره الخانق على مخيم جباليا شمال القطاع حيث أكدت المعلومات الواردة من داخل المخيم وجود العشرات من جثامين الشهداء في شوارع المخيم بفعل القصف الإسرائيلي ومنع طواقم الإسعاف من التنقل في المخيم إلى ذلك ارتقى خمسة شهداء نتيجة قصف الإسرائيلي في منطقة النصر شمال غرب مدينة غزة وأصب عدد من المواطنين في القصف الذي استادف منزلا في شارع النصر وأطلق الطائرات المسيرات الإسرائيلية من طراز كواد كابتر النار في أجواء المناطق الشمالية الغربية للقطاع وحول تطورات الأوضاع الميدانية سواء في شمال قطاع غزة تحديدا ما يحدث في جباليا شمال القطاع أو في جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الميدين من هناك أكرم دلول مرحبا بك أكرم وصباح الخير ماذا في آخر تطورات الميدانية للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أهلا بك أحمد وبكافة المشاهدين بالتأكيد الأوضاع في قطاع غزة على ما هي عليهم مزيد من الغارات والوحشية الإسرائيلية مجازر متنقلة في كل المحافظات نتحدث عن قصف إسرائيل طال رفح وخال يونس وكذلك المنطقة الوصى إلى جانب المحرقة المستمرة في شمال قطاع غزة والتي سنبدأ بالحديث عن آخر التطورات فيها الحديث قبل قليل عن نسف الجيش الإسرائيلي لمربعات سكنية جديدة في مناطق الفالوجة ودوار أبو شرق والصفطاوي هذه المناطق أحمد تقى إلى الغرب من مخيم جباليا هذا المخيم الذي يتعرض إلى حصار إسرائيلي مطبق وأيضا تجري فيها عملية قصف مدفعي وغارات جوية مستمرة نتحدث أيضا عن قيام الجيش الإسرائيلي بالإغارة على عدد من المنازل المأهولة بالسكابة حسب المصادر التربية من دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى هذه المباني على اعتبار أننا نشير على الدوام إلى أن الجيش الإسرائيلي يسهدف مركبات الإسعاف تحديدا عبر المسيرات المعروفة هنا بنوع إكواد كابتر هذه المسيرات التي تنويه قبل قليل أطلقت النار باتجاه عدد من المسعفين الذين حاولوا الوصول إلى المناطق الشمالية حتى من حي الشيخ ردوان الذي يقع ضمن الإطار الجغرافي لمدينة غزة هذا يشير أحمد إلى النواية الإسرائيلية المستمرة لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين وفق آخر المعطيات هناك ما لا يقل عن 350 شهيدا ارتقوا بفعل هذا العدوان على شمال قطع غزة والذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي عملية برية إسرائيلية مستمرة الجيش الإسرائيلي ما زال أيضا يسهدف محيط المستشفيات الثلاثة المتبقية في شمال قطع غزة كما العدوان العودة وكذلك الأندونيسي هذه المستشفيات تأن تحت وطأة الحصار من جانب وكذلك الغارات الإسرائيلية وحتى التهديدات الخليوية بحسب ما علمنا عبر الاتصالات التي تأتي إلى مدراء هذه المستشفيات بالإخلاء لكن الملاحظ أن هناك ثبات من قبل الأطباء ومدراء هذه المستشفيات على اعتبار أنهم يحملون كما يقولون وهذا هو المؤكد بالتأكيد رسالة إنسانية سامية هدفها محاولة إنعاش وإنقاذ ما تبقى من جرحى ومصابين لسيما وأننا نتحدث عن أن معظم الجرحى والمصابين يصلون إلى هذه المستشفيات الثلاثة بجراح خطيرة وعادة ما يستشهد الكثيرون منهم على اعتبار أن إمكانات علاج هؤلاء الجرحى تبدو مستحيلة في ظل الحصار ومنع إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية وحتى الوقود الخاص بتشغيل بعض أروقة وأقسام هذه المستشفيات في قطاع غزة لا سيما مستشفى كمال إدوان الذي نتحدث عن أنه أحمد المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة الذي يتوفر فيه أقسام للعناية المركزة سواء للجرحى والمصابين والمرضى أو حتى للأطفال الخدجة الذين أضحت حياتهم على المحق كذلك يمكن القول أن عمليات المقاومة الفلسطينية ما زالت على أشدها في كل محاور شمال قطاع غزة سواء في جباليا البلد أو جباليا المخيم هاتان المنطقتان المحاصرتان والاتان تتعرضان إلى هذا الأدوان الإسرائيلي عمليات وضربات كبيرة تسددها المقاومة الفلسطينية تذكرنا بالأيام الأولى من الحرب البري على قطاع غزة وكذلك ضربات تصل إلى منطقة لتوام والصفطاوي والمناطق القريبة من بلدة بيتلاهية التي كانت قوات الاحتلال قد توغلت فيها قبل عدة أيام تزامنا مع التواغل الجاري في مخيم جباليا هذا إذن فيما يتعلق بمخيم جباليا الذي عزلته إسرائيل بشكل كامل بل وعزلت المنطقة الشمالية ببلداتها ومخيماتها المختلفة عن مدينة غزة في مدينة غزة الغارات الإسرائيلية سمرت آخر هذه الغارات كانت تلك التي استهدفت شقة سكنية في حي النصر شمال مدينة غزة تم انتشال جثامين خمسة شهداء الحديث يدور عن أربعة مفقودين حتى الآن يجري البحث عنهم من قبل الطواقم الطبية وتواقم الدفاع المدني في جنوب مدينة غزة القصف المدفع مستمر على أحياء الزيتون والصبرى وكذلك على حي الشجاعية وسط القطاع هناك غارات مستمرة على مخيم النصيرات قصف مدفع مستمر على مخيمي البريج والمغازي وبالتأكيد الحصيلة مزيد من الضحايا والشهداء في خان يونس كذلك هناك شهداء بفعل القصف المدفعي الذي طال المناطق الشرقية وفي رفح سمعنا قبل قليل مزيد من الانفجارات الكبيرة التي عادة ما تكون أحمد ناتجة عن عمليات تدمير ونصف لمربعات سكنية يقوم بها الجيش الإسرائيلي تحديدا في المحاور الغربية تل السلطان والحي السعودي وتل زعرب وهذه المناطق بالمناسبة أحمد ما زالت تتعرض إلى عدوان إسرائيلي تتصدى المقاومة لهذا العدوان بقي الإشارة سريعا إلى نقطة مهمة أحمد على اعتبار أننا نتحدث عن مجاعة ووضاع قاسية لأهالي شمال قطاع غزة وكذلك لأهالي أو النازحين في وسط وجنوب القطاع الجيش الإسرائيلي أحمد منذ بداية أكتوبر تشرين الجاري يغلق معبر كرم أبو سالم الذي كانت عبره تدخل بعض الشاحنات المحملة بالبضائع للقطاع التجاري لم نتحدث طبعا عن مساعدات المساعدات ممنوعة من قبل الجيش الإسرائيلي وبالتالي الأسواق هنا خاوية وخالية من معظم الخضروات واللحوم وكذلك المواد التموينية والسلع والبضائع الخاصة بحياة الناس هذه بالتأكيد نقطة مهمة جدا على اعتبار أننا نتحدث عن عودة شبح التجويع والجوع إلى وسط قطاع غزة وجنوب إسوة بالذي يجري في شمال القطاع ومن المهم جدا أن نضي على هذه الزاوية وأن ننوها أيضا إلى أن التجويع الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي لا يقتصر على شمال قطاع غزة وتحديدا جباليا وإنما هو يمتد الآن بعد إغلاق أو استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم لأسابيع وشهور عدة بدأ يمتد شبح التجويع والمجاعة إلى وسط وجنوب قطاع غزة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات من خان يونس مراسل الميادين أكرم دلول أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اسقطة مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمز 450 وأكدت المقاومة في بيانها أن الطائرة شهدت تحترق في أجواء فلسطين المحتلة وكانت المقاومة قد أعلنت ظهر أمس اسقطة طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 أيضا بالتوازي مع تصعيد استخدام الأسلحة نشرت المقاومة في لبنان فيديو تحت عنوان قدراتنا بخير ما هي هذه الأسلحة والمسيرات التي عمد حزب الله عرضها الآن وما هي أبرز مميزاتها تقرير علي جزيني تحت عنوان قدراتنا بخير نشر الإعلام الحربي للمقاومة في لبنان مقطع فيديو يعرض فيه عدة نمادج أسلحة ومسيرات استخدمتها المقاومة حتى الآن ظهرت في مقطع الفيديو العشرات من الطائرات المسيرة الهجومية أغلبها كان من طراز مرصاد تي إثنان تعد هذه الطائرة من عمدة القدرات الجوية الهجومية لمختلف أطراف محور المقاومة في المدايات القصيرة حتى 120 كم وتختلف تسمية النموذج بين أبابيل في إيران وقاصف في اليمن الطائرة الانقضادية الأخرى التي ظهرت في مقطع الفيديو هي طائرة شاهد 101 وترجح التقديرات أن هذه الطائرة هي ما جرى استخدامه في الهجوم على قاعدة غولاني في بنيمينة تتميز هذه الطائرة بصغر حجمها وبصمتها فضلاً عن أنها تعمل بمحركات كهربائية شبه صامتة تصاعب عملية رصدها واعتراضها وهي تحمل رأساً حربياً بوزن ثمانية كيلوغرامات يحتوي على المئات من الشضايا طائرة مسيرة أخرى عرضتها المقاومة وهي تختلف جذرياً عما سبقها هي طائرة كانت قد أعلن سابقاً عن وجودها وهي النورس هذه الطائرة ليست انقضادية كسابقاتها ولكنها تمتلك قدرات هجومية بفضل حملها قنابل موجهة وذخائر متعددة تحمل الطائرة كاميراً للمراقبة يمكنها الاستدارة بحرية لأداء مهماتها فضلاً عن حملها في الفيديو ذخائر عدة غير معروفة تشبه قنابل سديد الموجهة الإيرانية جاء مقطع الفيديو بالتوازي مع تصعيد في استخدام المقاومة أسلحتها إذ استخدمت صواريخ دقيقة تكتيكية من عائلة فتح لضرب أهداف في تل أبيب وقامت كذلك ليلة لثاء بإسقاط طائرة هيرمز 450 من دون تحديد نوع السلاح المستخدم ما عرضته المقاومة يؤكد أن قدراتها بخير واستخدامها لها في تصاعد مرتبط بحاجات الجبهة والضرورات الحربية كشفت صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية غضباً في وحدة إيغوز على خلفية المعركة العنيفة التي وقعت جنوب لبنان والتي قتل فيها ستة إسرائيلين في مواجهة خطيرة وعلمت إسرائيل يوم أنه بعد الحادث أبدى قادة وعسكريون في الوحدة عدم ثقة بالقيادة العليا للوحدة والتي زعم أنها تصرفت بطريقة إشكالية وغير مهنية خلال تلك المعركة أصداء استهداف قاعدة عسكرية تابعة للواء جولاني في عمق فلسطين المحتلة بمسيرة انقضاضية أطلق حزب الله لا تزال تتردد في إسرائيل في ظل طرح أسئلة صعبة عن سلاح المسيرات وقدرات حزب الله على تفعيله بنحو يؤلم إسرائيل كثيراً من قرر أننا هزمنا حزب الله؟ سؤال بات يتردد على لسان الخبراء العسكريين والمحللين الإسرائيليين بعد عملية استهداف مسيرة انقضاضية أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية للواء جولاني في منطقة بن يمين ليتوصلوا إلى خلاصة مفادها أن حزب الله ليس مهزوماً ولا مكسوراً ولا مضروباً كما حاول المستويان السياسي والعسكري في إسرائيل ترويجه بل على العكس حزب الله أثبت أنه قادر على أن يكون فتاكاً ولا سيمة مع تركيزه على أهداف عسكرية حادث المسيرة يدل على أن حزب الله يميز نفسه فنراه يستخدم ذخائر مع جي بي أس مدمجة كي لا يؤثر التشويش على الهدف نرى هنا لاعباً يعمل بحسب قواعد اللعبة وبحسب قوانين الحرب ويضرب أهدافاً مشروعة للسهداف ومؤلمة مثل الجنود إذن من الناحية القانونية الهدف مشروع في حرب الأدمغة التي يديرها حزب الله ضد إسرائيل يبرز سلاح المسيرات كسلاح فتاك قادر على كسر المعادلات وتظهر قدرة استخبارية عالية لدى حزب الله على جمع المعلومات واستخدامها في المكان والزمان المناسبين من الناحية الاستخبارية عندما نرى أداة كهذه تصل إلى القاعدة وتنفجر في قاعة الطعام يطرح السؤال هل جمع المعلومات الاستخبارية من قبل حزب الله دقيق إلى حد الوصول إلى قاعة الطعام في ساعة المساء وخلال وجبة العشاء إلى هذا الحد المعلومات الاستخبارية دقيقة وفيما أشار محللون إسرائيليون إلى أن عملية الطائرة في بن يمينة كشفت ضعف منظومات الاعتراض في الجيش الإسرائيلي حيث تحولت المسيرات إلى تهديد حقيقي لإسرائيل حذر آخرون من أن حزب الله الذي تعافى من الضربات التي تعرض لها بدأ بفرض المعادلات على الأرض وهو يمكنه جر إسرائيل إلى حرب استنذاف طويلة ومؤلمة في بلدة جرجوع جنوب لبنان ارتكب جيش الاحتلال لمجزرة بحق عائلة من أربعة أفراد التفاصيل مع جمال الغربي نحن هنا في بلدة جرجوع في قرى قضاء النبطي وتحديدا فيما يرف بقرى أقليم التفاح شيعت هذه البلدة الشهداء الأربعة الذين ارتقوا خلال المجزرة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية والشهداء هم محمد المشورب وزوجته الشهيدة غيدة فرحات والشهيد الطفل عليم شورب والشهيدة الطفلة لين مشورب هنا في هذا المنزل كانت الليلة الأخيرة لعائلة أم شورب مجزرة جديدة تضاف إلى السجل الحافل بالمجازر لإسرائيل وتحديدا هنا في هذه قرى قرى أقليم التفاح ولابد لنا من الإشارة لا بل إضاءة على هذه القرى هذه القرى التي مثلت نموذجا يحتذى به في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا في قبل الاندحار من لبنان عام 2000 هذه القرى التي كانت تتعرض بشكل دائم ومستمر لا بل بشكل يومي للاعتداءات الإسرائيلية هذه المنزل التي ذهب ضحيتها خمسة أشخاص ارتفع عدد الشهداء إلى ستة بعد ارتقاء الشهيد دانيال الشامي وهو طفل لم يتجاوز من العمر بحسب ما علمنا الثمانية سنوات إذن المشهد نفسه الطائرات المسيرة لا تفرق الأجواء نسمع بين الحين والآخر هدير الطائرات الحربية وفي نفس الوقت أيضا الاحتداءات ما زالت متواصلة وأن كانت بشكل متقطع إلى البقاء حيث تعرضت مدينة بعلبك وقرى القضاء لسلسلة غارات إسرائيلية متزامنة والأعنف ميناء كانت لجاءة مدخل بعلبك الجنوبي عند محلة قبة دوريس التي دمرت أحد المباني وألحقت أضرارا مادية كبيرة بالأبنية والمحال والمؤسسات المجاورة ومن ضمنها مستشفى المرتضى الذي خرج من الخدمة كاميرا المادين جالت أيضا في المنطقة وعاينت مكان العدوان التفاصيل مع مرسلنا محمد الساحلي اتقلنا إلى مدخل بعلبك الجنوبي حيث حصلت إحدى أعنف الغارات من ضمن سلسلة الغارات التي حصلت بالأمس الغارة هنا تركزت تحديدا عند مدخل بعلبك الجنوبي هذا الطريق هو الطريق الذي يأتي من زحلي ويدخل إلى داخل مدينة بعلبك عبر دوار الجبلي المعروف هنا في البقاع الشمالي هنا كان يوجد هناك محال تجارية في الصف الأسفل كالمحال التي هي على الأطراف وخلف وفوقه تماما هناك بناء مؤلف من طابقين هذا البناء بكامله سوية بالأرض وتشاهدنا معي حجم الدمار وآخر الأسطح الذي توجد عليه بطبيعة الأحوال الواحة الطاقة الشمسية كان هو السطح العلوي الآن هو بمستوى الأرض مع عدى الحفرة بقدر الممكن زميلنا حسن سكيني التي أحدثها هذا الصاروخ العنيف جدا بالإضافة إلى أن الركام الذي كان هنا في مقدمة الطريق هنا هذا كان قد قطع الطريق زميلي حسن قطع الطريق هنا إلى طريق دوريس العام قطع هذا الطريق بالمدخل بخط الآياب والزهاب والآياب بالإضافة إلى حصول بعض الأضرار بقبة دوريس الأسرية وهذه معروفة هنا عمرها من عمر قلعة بعلبك وهي مصنوعة من نفس الأحجار تقريبا وبالتالي هناك بعض الأحجار تطايرت من هذه القبة المعروفة على مدخل بعلبك الجنوب هذا المكان يبعد حوالي 200 متر فقط عن مستشفى المرتضى هذا العدوان بالأمس تسبب الآن بخروج المستشفى عن العمل اتصلت قبل قليل بمدير المستشفى وأكد لي أن المستشفى الآن أصبحت خارج العمل وقد تحتاج بين أسبوع وعشرة أيام لتنفيذ أعمال صيانة سريعة هذا إن توفرت القطع على حسب تعبيره ولكن الآن المستشفى أصبحت خارج العمل ومن البقاع إلى قطاع غزة مجزرة مروع ارتكب الاحتلال الصليب السيداء في منزل عائلة ابو طعيمة في خان يونس والتي ارتقى خلال عشرة شهداء جلهم من الأطفال والنساء أحمد غانم أنا هنا أمام أنقاض منزل عائلة أبو طعيمة الذي ارتكب فيه الجيش الإسرائيلي مجزرة مروعة بعد استهداف هذا المنزل التي لجأت إليه العائلة نازحة من المنطقة الشرقية عشرة أفراد من عائلة واحدة من عائلة أبو طعيمة جلهم من الأطفال والنساء ارتقوا في هذا القصف الإسرائيلي دماء أبناء هذه العائلة ما يزالوا شاهدا حتى اللحظة على الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت ها هنا وبنفس السلاح التي أو الذي بالعادة ما تستخدمه إسرائيل استهدف هذا المنزل من الواضح ووفق مشاهداتنا الميدانية بأنه صاروخ مضاد للتحصينات اخترق طبقات المنزل الثلاث وصولا إلى هذه المنطقة التي تشاهدونها حيث اشتم رائحة الدماء دماء هؤلاء الشهداء الذين ارتكوا في هذا المنزل البيت طبعا كل سكنين في ناس مواطنين عاديين ما لهم مش أي علاقة في أي فصيل ولا أي حاجة نازحين بيوتهم راح تفزلنا أجل سكنوا هنا فجاءنا في الليل قصف لقنا أشلاء أطفال مرمية هنا جثت هنا من قطعين قوة الاستهداف الإسرائيلية لهذا المنزل المدني دفعت بالشظايا والحجارة للتطاير على مسافة تمتد لمئات الأمطار كما تشاهدون حيث وصلت الشظايا إلى منازل مجاورة وقد طبعا أصيب العشرات من الجيران في عملية القصف الإسرائيلية هذه ضنت أولادي ونمت فوقهم عشان أحميهم كل حجارة على ظهري هذه جريمة كبرى كبرى في حق الإنسانية تستمر إسرائيل في حرب إبادتها ضد المدنيين في غزة حيث لم تكن مجزرة عائلة أبو طعيمة الوحيدة حيث مسحت إسرائيل من السجل المدني أيضا عائلة أخرى هذه الليلة بعد قصفها منزلا لعائلة عدوان في منطقة الفخاري شرقية خان يونس من بني سهيلة أحمد غانم الميادين ومن شرق خان يونس إلى غربها أيضا ارتكب الاحتلال مجزرة بحق النازحين في منطقة المواصي بعد قصف خيام النازحين مجددا ما أدى إلى سشهاد وإصابة العشرات معظم من النساء والأطفال أكرم دلول والتفاصيل نحن إذن نتحدث عن ميزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوان إسرائيلي إذن يتصاعد على المدنيين تم استهداف خيام النازحين في منطقة طبعا المواصي المفترض أن تكون آمنة ونتحدث عن نساء وأطفال عن مدنيين يتم استهدافهم على مدار أيام هذا العدوان الإسرائيلي هو بالتأكيد عدوان يعني لا يتوقف هنا على قطاع غزة وبالتالي نتحدث طبعا عن المجزرة الإسرائيلية المستمرة بحق أهالي قطاع غزة وبالتأكيد طبعا على هذه الشاكلة يتواصل توافد الجرحة والمصابين بدنيون أبرياء هذه سيدة كما نتابع هذا هو بنك أهداف إسرائيل العاجزة في الميدان المتخبطة والتي ما زالت لا تستقوي إلا على المدنيين العزل إذن هو عدوان إسرائيلي مستمر غزة ما زالت تغرق بالدم نلاحظ أن هناك استهدافا إسرائيليا مستمرا لخيام النازحين لمراكز زواء النازحين حتى للمستشفيات التي أوى إليها النازحون بحثا عن أمان مفقود من قطاع غزة هذا القطاع الذي يتعرض للعام الثاني على التوالي إلى ذات المحرقة وبذات الصواريخ الأمريكية التي يقتل بها المواطنون الأبرياء هنا في قطاع غزة وتحصد أرواح المزيد منهم على مدار الساعة من مشفى ناصر في مدينة خان يونس أكرم دلول الميادين في الأثناء واصلت المقاومة الفلسطينية عمليتها وعلنت كتاب القسام تفجير عبوة برميلية في قوة إسرائيلية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتل وجريح شرق منطقة ريان شرق مدينة رفاح كما بثت القسام مشاهدة للسداف قوة إسرائيلية كانت قد تحصنت في أحد المنازل في شرق معسكر جباليا معاكدة إيقاع أفرادها بين قتل وجريح برسم الله توقر على الله سي إلى العراق حيث أعلنت المقاومة الإسلامية مواجمة هدف حيوي وسط الأراضي المحتلة بواسطة طائرات ذات قدرات متطورة وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد قصفت بالمسيرات هدفا حيويا في طبرية شمال فلسطين المحتلة وأكدت استمرار عمليتي على نحو متصاعد نصة لفلسطين ولبنان القيدي في حركته حماس ساما حمدان توقف عند الوضع المأسوي في شمال قطاع غزة وحذر من أن ما يجري هناك إبادة جماعية مكتملة الأركان وواحدة من أكثر الخطط العسكرية حطاطا في التاريخ الحديد إن ما يحدث اليوم في شمال قطاع غزة وتحديدا في جباليا ومخيمها هو عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان يرتكب خلالها جيش الاحتلال الإرهابي المجازر بحق المدنيين ويدمر البيوت على رؤوس ساكنيها ويضرب البنى التحتية المدنية من شوارع وأحياء سكنية ومخابز ومستشفيات وأبار مياه عشرات الجثامين لا تزال تحت الأنقاض وملقاتا في شوارع جباليا ومخيمها ولا تستطيع طواقم الإنقاذ انتشالها أو حتى الوصول إلى المصابين والمحاصرين في أماكن استهدافهم فيما يواجه السكان وضعا إنسانيا مأساويا مع تشديد الحصار ومنع كافة وسائل الحياة من دخول الشمال توجه وزير الخارجية الإيرانية عباس رقتشي أصبح اليوم إلى الأردن في جولتنا ستقود لاحقا إلى مصر وأوضحت الخارجية الإيرانية أن محور الزيار الرئيسي هو بحث آخر المسجدات الإقليمية وجراء مشاورات لوقف جرائم واعتداءات الكيان الصيوني على لبنان وغزة وزير الخارجية الإيرانية عباس رقتشي في اتصال الناتفين مع الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو قترش أكد على ضرورة حفظ السلام والاستقرار الإقليمي وبدل كل المساعي وأكد أيضا أن إيران مساعدة للرد الحاسم والقاسي على أي اعتداء إسرائيلي تجاه وشدد على أن إسرائيل والولايات المتحدة يتحملون مسؤولية زعزعة الأمن في المنطقة كما دعا الأمم المتحدة لتوظيف إمكانياتها لوقف اعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وغزة وضرورة إرسال المساعدات الإنسانية اللازمة وأيضا بعد الاتصال وزير الخارجية الإيراني بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو قترش وبعد تأكيده لاستعداد إيران للرد الحاسم والقاسي على أي اعتداء تودع اليوم أصفهان القائدة في حرس الثورة الإسلامية عباس نيل فروشان الذي ارتقى في العدوان الإسرائيلية على الضحية الجنوبية لبيروت في أيلول الماضي وكانت قد أقيمت في العاصمة تهران مراسم وداعية للشهيد الفروشان بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاني إذن مشاهدين بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة لمزيد من الأخبار وتقرير ممكنكم دائماً زيارة صفحات الميدين على الانترنت الميدين دوت نت في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة